السلام عليكم أساطير HD Action بطل فيلمنا النهاردة هو رئيس كوريا الجنوبية اللي بيحاول يعمل سلام بين أخطر الدول في التاريخ ولما بيتحاصر هو واثنين رؤساء في غواصة نووية كل حاجة بتختلف للأبد لو بتحب القضايا المخيفة والمجهولة أغرب القضايا وأكثرها غموضا وإثارة دلوقتي فعلنا قناة أرشيف على اليوتيوب هتلاقي الروبط في الديسكريبشن أو في أول كومنت ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدأ فيلمنا في عصر توطر العلاقات بين الدول العظمة واللي على رأسهم اليابان المدعومة من أمريكا وبيتضح إن اليابان بتجهز لعملية كبيرة جدا علشان تشن حرب على الصين أحد قادة اليابان بيجتمع مع مسؤول من الصين وبيديله خيارين يأما اليابان هتحارب الصين بمساعدة أمريكا يأما الصين هتقدم خدمة لليابان مقابل منع الحرب في الوقت ده بالضبط في كوريا الجنوبية كان الرئيس هان عرف إن في قمة سلاسية هتتعمل بين أمريكا وكوريا الشمالية وطلب وجود كوريا الجنوبية كمان وبيعرف الرئيس هان بمؤامرة بتحصل لإنه في قبطان كوري جنوبي واحدة جات ضحكة عليه في مقابل إنه يهجم على غواصة يابانية بدون سابق إنذار وطبعا هو جير يبلغ السلطات والست دي طلعب بتشتغل مع أحد الجماعات اليابانية المتطرفة وكله بيبقى الآن طبعا من اللي بيحصل لإن أي خطأ صغير هيتسبب في حرب عالمية تلتة خصوصا لو كوريا الجنوبية قرارت تحارب اليابان أو تعترض غواصتها المتطورة وبيتضح إن اليابانيين عايزين يبقوا الدولة الأقوى في العالم بدون أي منافس وللسبب ده بيحاولوا يقوموا الحرب والتاني يوم اتفاجئ الرئيس هان بتأجيل القمة السلاسية بسبب إن أمريكا وكوريا الشمالية بيتخنقوا أمريكا عايزة تخلص تفتيش في كوريا الشمالية الأول وتخليهم يسيبوا الأسلحة النووية تماما وده طبعا مش عاجب الرئيس الكوري الشمالي كل الأحداث دي كانت مسببة ضغط كبير على هان لإن الحرب لو قامت هو وشعبه هيبقوا أكتر المتضررين بسبب موقعهم الجغرافي بعدها بيعرف هان إن الرئيس الأمريكي عايزوا يشارك في مناورات سلمية هتحصل في الصين علشان يبين للكل دعمه الحقيقي فين ولإن هان فهم كويس بيوافق بعد تفكير كبير إن دولته تشارك وبيعرف كمان إنه من فترة قريبة تم تحويل نص مليار دولار لأحد رجال الأعمال اليابانيين والراجل ده هو اللي وصل الفلوس للمتطرفين اليابانيين علشان ينفزوا الانقلاب وبيفهم هان من كل ده إن الصين هي اللي بتمول الموضوع في سبيل إنها تنهي التحالف بين أمريكا واليابان وكوريا فهتبقى هي المسيطرة بمعنى أصح كل دولة بتفكر تبقى هي اللي على قمة العالم وبيحاولوا بكل الطرق علشان يحققوا ده وفعلا الفلوس وصلت لقبطان غواصة يابانية علشان يبدأ في تنفيذ العملية الغامضة والتاني يوم ما بيلحقش هان ينام لإن الرئيس الأمريكي لما عرف بموافقته على الانضمام للمناورة قرر يكلمه فيديو وبيأكد له الرئيس الأمريكي إن حلقة الوصل في القمة السلاسية اللي هتحصل ودوره محوري علشان يتمم المفاوضات على خير مع كوريا الشمالية وزعيمها بعدها بيوصل السفير الصيني علشان يأكل مع هان ويعرف قراره من موضوع المناورة وبيتفاجئ إنه وافق على المناورة وبيأكد إنها مناورة سلمية مش حرب أكيد لكن الوزير الصيني بيغضب جدا وبيعرفه إنه لو عمل كده ده معناه إعلان الحرب على الصين بشكل مباشر لكن هان بيغضل متمسك برأيه إن اللي بيعمله ده سعيا منه للسلام بين الدول وبيتم بعدها تحديد الموعد النهائي للقمة السلاسية والكل بيبقى على أعصابه وبييجي موعد القمة وبيتقابل هام مع رئيس كوريا الشمالية في البداية وعلى طول بيعرف منه إن الصين وعادته يساعدوه رغم إنه عنده نووي وطلبوا منه كمان ما يقفش في وش أمريكا لأنهم بيخططوا الحاجة في الوقت ده كان بيستعد قائد الحرس الأعلى اللي هيقود مهمة الغواصة اليابانية مقابل نص مليار دولار وفي اليوم التالي بيوصلت ثلاث رؤساء للمطار وسط صخب واستقبال كبير وبيعودوا بعدها فوندو علشان يتكلموا شوي عن الأوضاع الحالية والاتفاقية اللي عايزين يعملوها الرئيس الأمريكي بيبقى عاوز ينزع السلاح النووي من كوريا الشمالية تماما علشان يعمل معاهم تحالف بعدها لكن زعيم كوريا الشمالية بيبقى رأيه إن أمريكا عايزة تسيطر عليهم وخلاص وبيستشهد في كلامه باللي حصل من 30 سنة لما كوريا كانت محتاجة لمساعدة أمريكا وساعتها أمريكا خزلتهم تماما وقتها قررت كوريا الشمالية اللجوء للأسلحة النووية علشان يحموا نفسهم ويبقوا دولة عظمة فمستحيل يوافق بسهولة كده إن أمريكا تنزع منهم اللي بنو خلال سنين طويلة وقتها بس بيتدخل هان علشان يحاول يهد الأوضاع بينهم والزعيم بيغضب وبيطلع برا فبيروح وراه هان وبيحاول يهديه علشان يتموا السلام على خير لكن الزعيم الشمالي بيبقى متعصب وشايف إن هان تحت رحمة الأمريكا مش أكتر فبيتدايق هان من كلامه وبيقوم بس قبل ما يمشي بيعرفه إن السبب الوحيد لوجوده هنا هو إنه يمنع الحرب مش أكتر وبيطلب منه يفكر كويس قبل ما ياخد قرار خطير زي الحرب ضد أي دولة وبيروح بعدها هان يحاول مع الطرف التاني واللي هو الرئيس الأمريكي بس الرئيس بيعرفه بصراحة تامة إن أمريكا شايفة كوريا الجنوبية مصدر تهديد دائم ليهم ولازم قبل أي حاجة ينزع منهم الأسلحة النووية اللي ممكن تدمر العالم في ساعات معدودة الرئيس الأمريكي حرفيا مش همه أي حاجة غير سيادة دولته وفرض سيطرتها الكاملة على العالم في الوقت ده كان القائد الأعلى بيتكلم مع رؤسائه وبيقنعهم بشن الحرب علشان يرفع اسم كوريا الشمالية عاليا ولما بيعترض عليه واحد بيخلص عليه القائد الأعلى في الحال وبيبقى القائد الأعلى عامل تحالف مع الصيني لدعمته جدا إن يحارب أمريكا وهي هتساعده وفجأة بتوصل الغواصة اليابانية لموقع القمة السلاسية الدنيا بتتقلب طبعا وبيحاولوا يخرجوا الرؤساء لغرفة أمنة وبيبن إن ساعة الفوضى الأولوية القصوى للرئيس الأمريكي وهان بيلاحظ ده وأول ما بينزلوا من المكان بيتصدموا بحصار عنيب جدا من كل اتجاه وما فيش سبيل للهرب دول جماعة من كوريا الشمالية واليابان متمردين بيغطفوا الثلاث رؤساء معهم وبيمشوا وبيروحوا بيهم للغواصة اليابانية واللي كل جنودها بينتبهوا أول ما بيشوفوا الزعيم الشمالي لإنه رئيسهم واحد فيهم بيعترض على اللي بيعملوا القائد الأعلى وإنه ما كانش يعرف فبيدي الأمر للجنود إنهم ياخدوا الغرفة يخلصوا عليه في الحال علشان بيعارض الأوامر وبيكون قبطان الغواصة دي خبير جدا لكن رتبته تخفضت في الجيش ومن بعدها انشق عنهم وبيقعدوا السلاسي بعدها في غرفة ديئة جدا وبيتضح إن الزعيم الشمالي هو اللي خفض رتبة قبطان الغواصة دي وبتتحرك الغواصة اللي عليها أسلحة وسواريخ نووية في عمق المحيط وسط عاصفة شديدة جدا وبتنجح واحدة من اللي كانوا مع الرئيس الأمريكي في إخفاء هاتف أمر صناعي وبتطلعوا تبعى فيديو للقيادة في أمريكا إنه حصل انقلاب في كوريا الشمالية وهم دلوقتي محاصرين مع الرئيس الأمريكي والزعيم الشمالي وهان كرهائن طبعا الفيديو ده بيظهر والدنيا بتتقلب في كل الدول حرفيا الكل بيتطمم من حدوده لأن الحرب أصبحت وشيكة وخطأ واحد هيدفع تمن العالم كله من الحرب النووية المستحيلة دي وطبعا القيادة الأمريكية كانت عايزة تستعد للحرب تماما لأن لو الرئيس بتاعهم مات هيقدر يهاجم الصين وقتها بكل قوتهم لأنها متورطة في الموضوع أما في الغواصة فبيقرر القائد الأعلى إنه يحقن الرئيس الأمريكي بمصل الحقيقة علشان يستجوبه وأول ما المصل بيعمل مفعوله بيعترف الرئيس الأمريكي إنهم عايزين يغيروا نظام الصين للأبد وإن في غواصة أمريكية هتغرق أسطول ياباني ساعتها اليابان هترمي اللوم على الصين وقتها هتيجي أمريكا وتضرب ضربتها وتدمر أسطول الصين تماما كل ده بهدف واحد بس وهو هدم دولة الصين ومحوها للأبد من خريطة العالم ساعتها القائد الأعلى بيوجه كلامه للزعيم الشمالي في لوم علشان يعرفوا حقيقة الأمريكان واللي عايزين يعملوه فبيغضب الزعيم الشمالي وبيخلي القائد الأعلى يعترف إنه خد من اليابان نص مليار دولار وبيتضح إنه هنشغل مكبر الصوت وكل الجنود كانوا بيسمعوا اللي بيتقال فالقبطان بيأكد لهم إنه ما لهمش علاقة وما ينفعش يدخلوه وبيكمل القائد الأعلى كلامه وبيقول إن الصين وعادته بالحماية وإنه بيحاول يمنع الحرب اليابانية الصينية من الوقوع مش أكتر طبعا بعد ما بيمشي هن والزعيم الشمالي بيبقوا مصدومين وبيقفل هن مكبر الصوت علشان يفهم الكل إنه ما حدش عرف حاجة وبيتمنى هن إنه يبقى وسط الجنود دول حد يقدر يساعد بعد اللي سمعه ده ورغم كل اللي بيحصل ده إلا إن هن كان هدفه واضح وهو إنه يقنع الرئيس الأمريكي والزعيم الشمالي بالسلام بدل الحرب مهما كل في الأمر وتاني يوم بيتيجي مكلمة للرئيسة المؤقتة لأمريكا بتصدمها لإنها بتسمع في المكلمة دي صوت الرئيس بتاعهم والاعترافات اللي قالها على متن الغواصة النووية فبتطلق أمريكا ساروخ عابر للقارات في الجو كنوع من أنواع إبراز الاستعداد أمام العالم لكن طبعا الموضوع مش بيعد على خير لإن الحلفاء فكروا إن الحرب بدأت وكانوا ممكن يهجموهم في الحال وطبعا لما بيعرف القائد الأعلى وبيكبروا يطلع في فيديو للقيادة بتاعته يعرفهم إنه عايش ويطلب منهم ما يضربوش أي سواريخ مهما حصل وقبل ما القائد الأعلى يمشي من الغرفة بيشغلوا مكبر الصوت والزعيم الشمالي بيستفزوا علشان يتكلم وبيعترف القائد الأعلى وقتها إنه مقابل الفلوس هيبيع كوريا الشمالية أساسا هالنفسه ما بيقدرش يتدرك الموقف وبيقوم يزعق معاه كل الجنود بلا استثناء انتبهوا للي بيتقال لإن اللي هيتضر في النهاية شعبهم وأهلهم وبيأكد القائد الأعلى إنه هيضرب اليابان بالنووي وساعتها محدش هيقدر يقف قدام تحالفه مع الصين وما بيبقاش مهتمة أبداً لو أمريكا ضربت كوريا الشمالية ساعتها وفجأة واحد من الجنود بيروح يعرف مساعد القبطان بموضوع مكبر الصوت وإن الجنود سمعوا كل اللي تقال فبيدخل فوراً للغرفة يفصل مكبر الصوت والقائد الأعلى بيديهم تحذير علشان ما يعملوش كده تاني وبيقدر بعدها هان إنه يخلي العلاقة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الشمالي كويسة علشان يفكروا سوا ويساعدوا بعض في إيقاف الحرب الخطيرة دي وما بيعدش كتير والقبطان بيلحظ الجنود وهم بيتكلموا عن خطة القائد الأعلى وإن كده أهلهم هم اللي هيتضرروا لكن القائد بيزعق معاهم وبيهددهم وهنا واحد منهم بيأكد له إنهم لو سمعوا كلامه مش هيبقى عندهم عيلة يرجعوا لها فبياخد القبطان الأكل وبيوصلوا بنفسه لسلاس الرئاسة واللي بيلقوا فيها رسالة بتحذرهم ما يخرجوش من الغرفة اللي هم فيها مهما حصل وبيفهموا ساعتها إن في انقلابها يحصل في الغواصة وبيسدوا باب الغرفة بكل الطرق المتاحة وفعلا بيبقى القبطان ومجموعة كبيرة من الجنود هم اللي بينفزوا الانقلاب ده وللأسف بيموت منهم عدد كبير فأول هجوم مفاجئ على القائد الأعلى ورجالته المعركة بتفضل مستمرة لحد ما القبطان بيدخل غرفة الرؤساء من مكان سري علشان يخرجهم وبتبقى فيه غرفة إنقاذ بتطلع على السطح بس المشكلة إنها مش هتاخد أكتر من شخصين ساعتها طبعا الرئيس الأمريكي بيسألهم مين اللي هيطلع معاه باعتبر إنه أولوية قصوى فبيقرر هان العازم جدا على السلام إنه يخلي الرئيس الأمريكي والزعيم الشمالي يخرجوهما علشان يوقفوا الحرب بعدها بيعمل القبطان سلام مؤقت مع القائد الأعلى لإن الغواصة تضررت وبالشكل ده كلهم هيموتوا وبيتواصل الرئيس الأمريكي مع القيادات علشان يجوا ينقذوا بسرعة هو والزعيم الشمالي وبتبقى الخساير كبيرة جدا في الغواصة وبيشوف هان الحزن في عيون الجنود على فقدان أصحابهم وفجأة بيلقوا غواصة بتقرب منهم فبيطلب القائد الأعلى الاستعداد لإطلاق توربيد مدمر عليها وبيقدروا يتفادوا الهجوم اللي كان هيحصل عليهم فعلا وأول ما الرئيس الأمريكي بيخرج بيبلغ القيادات إن غواصة من كوريا الشمالية هتضرب نووي على اليابان ولما بيتوجه العديد من الطائرات لموقع الغواصة علشان يضربوها القبطان بيطلب من الكل إنهم ينزلوا العمق كبير علشان يتخفوا منها وبفضل خبرة القبطان الكبيرة بيقدر يتفادى ضربات الطائرات بأقل خساير ومع ذلك القائد الأعلى بيبقى شايف إنه لازم يكمل الحرب وتحالفه مع الصين ويقاتل وبيطلب من أفراد الطاقم يطلعوا الغواصة وبالشكل ده مكانهم هيتكشف لكن بيضطروا يسمعوا كلامه لحد ما بيعرفوا إنه هيضرب صاروخ نووي على اليابان وبيطلب منهم الدعم في اتنام المهمة الصاروخ ده هيبقى بمثابة إطلاق شرارة الحرب العالمية التالتة حرفيا هم بيزعق معه بيحاول يمنعه من الجنان اللي عاوز يعمله وفجأة بيلاقوا توربيت جاي نحيتهم بسرعة كبيرة القبطان بيحاول يديهم التعليمات لكن القائد الأعلى رفض تماما وبيحاول يهدد الطاقم لكنهم بيسمعوا كلام القبطان علشان يقدروا ينقل بحياتهم على الأقل وفعلا بفضل تعليمات القبطان بيقدروا ينقل تاني مرة من التوربيدات وبيبقى قدامهم فرصة يدمروا الغواصة اليابانية لكن القبطان بيسمع بنصيحة هان وبيسبب لها ضرر قليل بس مش أكتر كدفاع عن النفس وده كله في سبيل إيقاف الحرب ورغم إن القبطان كان عايزهم يقفوا في المكان اللي هم فيه إلا إن القائد الأعلى بيكبرهم يطلعوا علشان يضرب اليابان وبيحاولوا يقنعوا القائد الأعلى بالكلام لكن بيضرب واحد منهم طلقف رجله وبيهدد الباقي ساعتها بيدخل عليه هان وهو ماسق بلا يدوية علشان لو قتلوا الغواصة كلها تنفجر بس القائد الأعلى ما بيهتمش وبيديله طلقف كدفه وبيوقعه على الأرض وقتها بس واحد من الجنوب بيدخل يضرب القائد الأعلى والمساعد بتاعه علشان يموتوا للأبد وبيتولى القبطان القيادة ولكن الوقت كان اتأخر والغواصة بتتضرر بشكل كبير من الهجمات لحد ما خلاص اتعطلوا تماما وفي غواصة دخل عليهم ساعتها هان بيعمل تواصل أخير مع كوريا الجنوبية وبيطلب منهم يحافظوا على الشعب والسلام وبيوقف جنب القبطان وباقي أفراد الطاقم اللي مستنيين موتهم خلاص ولكن فجأة بيلقوا السواريخ من ضربتش فيهم وبيلاقوا صوت الغواصة بتتكلم معاهم لأن دي غواصة خاصة بكوريا الجنوبية وبتطلب منهم يصعدوا علشان ينقذوهم وبالفعل بيتم إنقاذ ما تبقى من الطاقم وهان والقبطان أخيرا وبيتم اغتيال الزعيم الصيني بعدها اللي كان مخطط لكل ده وحاول يعمل حرب تسبب خراب وبيتم معاهدة السلام بين الثلاث رؤساء أخيرا علشان يعوم السلام والهدوء على العالم بفضل إيمان هان وتمسكه بالسلام رغم أحلك الظروف وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة يا أسطورة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومين علشان توصل لك كل ملخصات HD Action